تشهد جزيرة باروس اليونانية نشاطا عمرانيا مكثفا وحركة عقارية نشطة على أبواب موسم سياحي واعد في هذه الوجهة المرغوبة جدا أنا في الواقع سعيد للغاية لأننا جئنا في هذا الوقت نحن نشعر أن الجميع لطفاء للغاية أشعر أن الزحمة تزعج السكان المحليين بعض الشيء الجميع كانوا لطفاء للغاية وكان من السهل الوصول إلى جميع المواقع من دون الحاجة للانتظار في طوابير طويلة في مناطق مزدحمة وليس علينا الانتظار كذلك في المطاعم إذ ندخل ونحصل على الطعام على الفور لقد كان ذلك مثاليا وأظن أننا أتينا في الوقت المثالي وينشط العمال في مجموعة من ورش البناء على الطريق الرئيسية التي تتوزع على جانبيها منازل بيضاء وفق الطراز المعماري اليوناني التقليدي قبل بضع سنوات كان الموسم يمتد من شهرين إلى شهرين ونصف الشهر الآن نبدأ من منتصف نيسان أبريل وننتهي في منتصف تشرين الأول أكتوبر أي ستة أشهر هذا أمر جيد بالنسبة لنا لأننا نعمل لفترة أطول وليس علينا البقاء عاطلين عن العمل لمدة طويلة وقد طوت اليونان صفحة الجائحة التي أفسدت العامين الأخيرين وجاء الإقبال الكثيف للسياح العام الفائت ليعزز الآماد بالنسبة إلى هذه السنة إذ بلغ عددهم ما يقرب من ثمانية وعشرين مليوناً أي بزيادة نحو تسعين في المئة عن العام السابق وفقاً للأرقام الصادرة عن بنك اليونان لكن المسؤولين المحليين في جزر مثل باروس يحرصون في الوقت عينه على الحفاظ على الطابع الخاص لمناطقهم من وجهة نظر المجلس البلدي نتعامل بجدية مع هذه المسألة لا نريد تجاوز حدودنا نريد أن يمضي أصدقاؤنا الذين يزورون الجزيرة وقتاً ممتعاً من دون ازدحام وأن يستمتعوا بهدوء الجزيرة يهمنا أن تحافظ جزيرة باروس السكلادية الفريدة من نوعها على طابعها التقليدي وأن يظل شعبها مضيفاً وأن يمضي زوارها وقتاً فريداً من نوعه واعتمدت اليونان على البناء والسياحة لإنعاش اقتصادها المتعثر بعد الأزمة المالية التي شهدتها وبات القطاع السياحي يوفر ربع الناتج المحلي الإجمالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر